السلام عليكم ازايكم من كم يوم عملت تحلق مهيبة جدا وجيت قلت حضراتك قال لي بالك امريكا مش عاوزة تقضي على الحواثيين بس وجبت تحرق اكتر من تحليل ان امريكا ما بتخشش تضرب مصانع السواريخ او مصانع المصيرات عند الحواثيين وده شيء مريب وجبت تحرق اكتر من تحليل برضو بيقول ان امريكا ممكن تكون تستفيد من كده انها بتغلي سعر الشحن وسعر التأمين على الشحن ده بيأذي النفط الروسي اللي بيجي من بحر البلطيق ويعدي على قناة السويس او حتى بيجي من بحر الميت ويعدي على قناة السويس ما جعل النفط الخليجي ينتشر اكتر في الاسواء الاسوائي ده كان تحليل بس النهاردة اكتشفت موضوعه في منطقة خطورة امريكا بتنسحب رسميا من الشرق الاوسط كل حلولك ده وفقا لمصادر داخل البيت الابيط وداخل الوزارة بفعل امريكية يعني ده مش تحليل من عندي مثلا او انا جاي اقولك والله انا شايف كده لأ المرة دي بقى يا باشا قبلت سامن امريكا بتدرس الانسحاب من العراق ومن سوريا مش بس كده بتدرس الانسحاب من الشرق الاوسط الكل ايه كتير؟ وليه امريكا تتكر في كده؟ وايه التطور الغريب ده؟ وشمعنا دلوقتي؟ كلم كتير قوي وتفاصيل كتير قوي بس عشان اقولها لك واكشفها لك لازم اولك القصة بالأول بغداد وواشنطن تعيدان النظر في صيغة التواجد العسكري الامريكي على الاراضي العراقية وكالة رويترز نقلت عن اربعة مصادر قولهم ان الولايات المتحدة والعراق بصدد بدء المحادثات التي تهدف الى بحث كيفية استبدال مهمة التحالف العسكري قبل اخشف الموضوع قبل اكشف لك التفاصيل خلينا اقولك ان احنا معنا راعي قوي جدا محترم جدا وهو الراعي اللي معنا النهاردة هو راعي قوي جدا وكمان فريد في الخدمة اللي بيقدمها مفيش شك ان التعليم هو افضل استثمار لمستقبلك فيه ناس كتيرة بتفكر تهدم على البكاليريوس او الماجستير او الدكتوراه فيه دول بقى مشهود لها بالمستوى التعليمي المتقدم واللي بيتخرجوا منها بيكون لهم فرصة انهم يشتغلوا في شركات عالمية سواء بقى في دولهم او في الدول اللي تخرجوا منها زي امريكا مثلا وكاندا وبريطانيا واستراليا الراعي اللي معنا النهاردة هو Global Student Advisor وهي شركة استشارات تعليمية والتواصل معهم بالعربي وبالانجليزي الشركة بتساعدك انك تختار البرنامج الدراسي مناسب ليك ومناسب لاحتياجاتك من بين اكثر من 140 الف برنامج تعليمي في اكثر من دولة بيقدموا لك على القبول الجامعي اللي انت محتاجه وبيوجهوك الورق ومعلومات اللي تطلبها وحتحتاجها عشان تزود فرصتك في الحصول على القبول الجامعي الاهم من ده كله الراعي اللي معنا النهاردة بيقدم لك خدمة القبول الجامعي بشكل مجاني ومش بس كده دول كمان بيساعدوك انك توصل لخصومات وبرامج منخفض التكلفة ممكن يكون من الصعب ان حضرتك توصلها بنفسك بسهولة وحسيب لحضرتك الرابط بتاعهم اسفل الفيديو لو حابب تتواصل معاها نخش في الموضوع لطول نخش في الموضوع لطول الجديد المعنى النهاردة ممكن يكون مختلف بالنسبة لحضرتك واول مرة هتسمعه في ما يخص امريكا وايران او منطقة الشرق الاوسط الحقيقة من بداية حرب جزة وامريكا واخدى بالها كويس قوي وعندها هدف اساسي ان الحرب دي ما تتساعش الحرب الاقليمية خالص مهما تكلف الامر اسرائيل ما تهجمش على حزب الله لان ده لو حصل ايران مش هتسكت وحتبقى حرب شاملة في المنطقة فامريكا عارفة تحد في الموضوع ده بس امريكا مش عارفة تخلص حرب جزة او مش عارفة تجبر اسرائيل على قبول شروط بانهاء الحرب بقى شروط المفاوضين المصري والكتري بقى شروط حماسة بس في الاخر امريكا لحد الان مش عارفة تنهي حرب جزة حرب جزة كل ما هي مستمرة كل ما اكتر من جابها مشتعلة منها ايه منها جابت الحوثيين مثلا امريكا النهاردة بتولجها ضربات جديدة الحوثيين كمان بيهجموا سفينة عسكرية امريكية في التطور رهيب لان الحوثيين من بداية هجمتهم يوم تمنتاشر نوفمبر كانوا بيتجنبوا السفن الحربية الامريكية هجموا الاول مرة سفينة عسكرية امريكية وزي حركة تسمع كده بصد الاشتباك اليوم مع عدد من المدمرات والسفن الحربية الامريكية في خليج عدن وباب المندب وكان من نتائج عملية الاشتباك ما يليه اصابة سفينة حربية امريكية اصابة مباشرة في نفس الوقت امريكا منغامزة او يعني غرزة كده في العراق على فكرة امريكا عندها 2500 جندي في العراق هما الجنود اللي في العراق دول مستشارين اكتر يعني هما مش جنود قتالين لان خلي بالك امريكا انهت العمل القتالي في العراق في 2021 او بالضبط في ديسمبر 2021 قالت لك احنا مش هنقاتل في العراق الموجودين دول مستشارين ومتدربين ممكن تقول جواسيس بقى فعية دي كالتواجد الامريكي في العراق التواجد الامريكي في العراق عمال يتعرض لضربات من المليشيات الشيعية التابعة الايران على القواعد الامريكية نفس الوقت امريكا متواجدة بمقدار 900 جندي في سوريا والحية التواجد الامريكي ده مهم جدا ليه؟ اولا قبل عملية طوفان الاقصى وقبل حرب جزة التواجد الامريكي في منطقة الشرق الاوسط ده كان مهم وحتى دونالد ترامب لما حاول ينسحب من الشرق الاوسط كان عنده خط على فكرة لكده كان عاوز ينسحب من افغانستان بعد كده ينسحب الشرق الاوسط كله دونالد ترامب معرفش لان الموضوع معقد شوية حلفاء امريكا مينفعش تسيبهم ما تمشي خاصة ان في حاجة اسمها ايران وايران شغالة على زعزاعة المنطقة وزعزاعة امور المنطقة فازاي انت امريكا مش بتطمن حلفائك وحتمشي كده موضوع غريب شوية هي ان الظاهر حرب طوفان الاقصى كشفت عوار الادارة امريكية ده بص هم تحليل ايه؟ يا اما كشفت ضعف الادارة امريكية في التعامل مع الحروب اللي بيتمارسها ايران يا اما هي سرعت من رغبة الرئيس جو بايدن اللي كان برضو عنده رهبة ملحة ان هو يغادر الشرق الاوسط فقالك بقولك ايه؟ الحرب دي كلها ما تلزمنيش في حاجة ومنطقة الشرق الاوسط دي ما تلزمنيش في حاجة طيب ايه الجديد؟ هقول لحضرتك الجديد اللي لسه نازل يعني بص دي تقارير لسه نازلة نازلة مبارح بالليل اول تقرير في CNN CNN بتكشف بتقولك وفقا لمصادر داخل وزارة الدفاع الامريكية وداخل بيت لابيط كشفوا لل CNN وال CNN خلي بالك دي البوك الاعلام لل CIA وخبرات الامريكية كشفوا ان امريكا بالفعل بتدرس الانسحاب من العراقية هتسحب ال 2500 كونتي ليه الموضوع ده مهم؟ الموضوع ده مهم لان المفروض ان رئيس الوزراء العراقي كان طلب من قوات الامريكية قبل كده وقال احنا عاوزين نشكل لجنة لرحيل قوات الامريكية الحقيقة الامريكيان طلعوا وردوا على رئيس الوزراء العراقي وقالوا له والله مجرناش حاجة انت ما طلبتش حاجة راسمي بس السيانة ان تكشف لك موضوع في منطقة خطورة تقول لك على فكرة امريكا ابتدت بالفعل بتشكيل لجنة مع العراق لدراسة رحيل قوات الامريكيان وخد بالك بقى من التفاصيل اللي هقولها لك ده يقول لك على فكرة هم 2500 جندي امريكا بتدرس انها تسحبهم كلها وتمشي وتجدر العراق وكل اللي عوزاء امريكا حكتين اولا يحطوا جدول زمني للتنفيذ وبعد كده في اخر جدول الزمني ده ان هم يغدروا العراق وعبر هذه الخطوة تسقط الولايات المتحدة حسب ذات المصادر شروطا مسبقة تتمثل في ان توقف فصائر عراقية مسلحة الهجمات على قواتها اولا واكدت المصادر ان نتيجة المفاوضات ليست واضحة متوقعة ان لا يكون انسحاب القوات الامريكية وشيكا وان تستغرق العملية عدة اشهر وربما تمتد لسنوات تسأل سؤال الجدول الزمني اللي هتحطه قوات الامريكية للرحيل عن العراق ده وفقا ليه قالك وفقا لقدرات العراق لتصدي الارهاب وفقا لتقييم الجيش الامريكي لتصدي الارهاب السيانة النفسة في مقالة بتاعتها بتقولك الحتة دي فيها لعب شوية يعني فيها لعب يعني قالك ده بيسيب الباب مفتوح للديبلوماسيين يلعبوا يعني ممكن جدول زمني برحيل القوات الامريكية في اخر السنة دي مثلا ان القوات الامريكية تمشي في ديسمبر 2014 انا بدي حضرك مثلا ده ما تقلش في المقار تيجي مثلا القوات الامريكية تغادر يقولك والله لا احنا قيمنا بموقف قلنا لا لحنا نلازم نعط فهو سايب الامر مية بس السيانة اللي بتقولك فيه رغبة عند القوات الامريكية انها تغادر فعلا عن العراق عايزين يمشوا من العراق ويغادروا العراق تماما بس سايبين الباب مفتوح كده اللي حاود في نفس الوقت السيانة بتعترف ان النواب العراقيين وبعض الوزراء العراقيين معترضين على كلمة التقييم الامريكي لضرورة المغادرة طيب سؤال ليه امريكا عاوزة تعمل تقييم لقدرات العراق لاتصدي الارهاب قبل ما تمشي قالك والله عشان ما نسلمش المريض للعاية تاني هو دي كلمة قالها كاتب المقار بيقولك اصلا امريكا شايفة انها لو غادرت ممكن يحصل فيه الجيش العراقي نفس اللي حصل في 2014 واصلا امريكا كتا عاوزة تجادر العراق قبل كده بس هي خايفة على تواجد داعش في العراق وعاودة داعش بقوة العراق مع مغادرة القوات الامريكية ده سبب مكتوب فرسيان قال بس السبب الاساسي ان امريكا عاوزة تقعد في العراق لان ده موقع استراتيجي مهم جدا انت على حدود ايران التواجد وتمركز مهم جدا لقوات الامريكية بيدي قدرة للمناورة لقوات الامريكية بشكل كبير خلي بالك معظم القواعد الامريكية في العراق عندها مسيارات وعندها طائرات صحيح طائرات نقل وهليكوبتر وطائرات خفيفة بس في نفس الوقت هي قدرة لوجستية مهمة يعني ده مركز لوجستي مهمة امريكا بتقولك احنا حنمشي احنا مش عايزين نعود في تقرير تاني في منطقة خطورة نزل فين؟ نزل في واسمع الحتة دي عشان التقرير ده من ساعة منازل قلب الدنيا فيه كاتب اسمه شارلز ليستر شارلز ليستر راح لأربع مصادر داخل وزارة الدفاع الامريكية سألهم قالوا والله احنا عاوزين نجادر سوريا ليه؟ قالوا بص دلوقتي احنا عندنا كان تواجد للجيش الامريكي بشكل كبير قوي لمحاربة داعش والموضوع ده كان مستمر لحد ما جي دونالد ترامب قال لا كل قوات الامريكية تمشي معدى الف جندي فقط يعودوا عند حقل العمر حقل العمر ده حقل نفتي مهم جدا وبصدبير مش صغير امريكا متواجدة عند حقل العمر ده بتاخد البترول في الحقل ده تاخدوا ليها من الاخر يعني بنفس الوقت امريكا بتقولك احنا بخالين تسعمائة جندي دول برضو لتدريب قوات قصد قصد دول لما قوات سوريا الديمقراطية دي قوات سوريا بتعمل في حماية الجيش الامريكي والجيش الامريكي بيضربها على محاربة داعش المفروض يعني وعملوا مشكلة مع الاتراك وكام دكوات بس قوات دي مهمة رئيس هيئة الاركال مشتركة الامريكي السابق مارك ميلي قال حينما كان في منصبه ان قرار الانسحاب من سوريا سياسي يتخذه الرئيس الامريكي ولكنه حذر من ان الانسحاب المفاجئ قد يؤدي للسماح لداعش باعدة تنظيم الصفوف مرة اخرى دلوقتي امريكا بتقولك احنا وزننا كده الامر الموضوع مش مستهل احنا عوزين نمشي المكالة بتاعة فورين بوليسي دي اول ما نزلت عgos مشكلة كبيرة جدا في الصحف ليه؟ انت بتتكلم مكالة نزلة في السين pict OK بتقولك امريكا هتنسحب من العرق نصب هتمشي من العرق ومكالة في نفس الوقت او في نفس اليوم بيقولك و speaking of grandfather امريكا هتنسحب من سوريا وبمناسبة اخر المكالة بتاعة الثان بتقولك امريكا مش عاوزها تغادر الاراضي الاسورية بس عاوزها تغادر الاراضي العراقية المقالة بتاع فورن بوليسي بتقول لك لعكس تقول لك لا أمريكا مش عاوزة تغادر الكواعد العراقية وعاوزة تغادر الكواعد السورية نصف الاتنين بيعكسوا بعض بس بوليتيكو النهاردة منزلها مقال تكذب فيه الموضوع بتاع فورن بوليسي ده وتقول لك فيه على فكرة أمريكا تدرس انها تنسحب من سوريا تماما أمريكا عاوزة تكمل في سوريا ده ده اللي بتقوله بس أنا عاوزك تبص على صدى الكلام ده كله أمريكا ليه عاوز تمشي وفقا لفورن بوليسي اللي أنا حكمل لك المقالة بتاعيتها عن التوجود الأمريكي في سوريا بيقول لك أمريكا دلوقتي لو مشت من سوريا لازم تعرف أن داعش هتلجع بقوة لأن داعش بتسيطر بالفعل على بعض القرى الصغيرة في سوريا التقديرات الرسمية التي تعلن عنها الولايات المتحدة أنها يوجد 500 جندي في سوريا لكن مصادر سوريا تحدثت عن وجود يتجاوز الألفي جندي توجد القوات الأمريكية في محافظات الحسكة شمال شرق الفراد وفي دير الزور أيضا في الشمال الشرقي وفي البادية السورية في قاعدة التنى ببالا جميع من حيطة دي مش بس كده داعش ابتدت تهاجم سجون في محافظة الحسكة والسجون دي مسجون فيها مقاتلي من داعش صابقين فلو أمريكا مشت داعش هتقوم تاني كده أو كده سواء بقى السيان أن سواء فارن فالسي الاتنين مش بيوصوا بمغادرة القوات الأمريكية بس هو حاجتين لازم تعرفهم أولا لازم تعرف أن أمريكا بتدرس فعلا أنها تغادر الشرق الأوسط كله لأن ده كان وعد انتخابي من جو بايدن وجو بايدن هي دي رؤيته أنه عاوز يقفل القوات في الشرق الأوسط وفي أفغانستان هو نف الزل في أفغانستان عاوز بقى يكمل في الشرق الأوسط ما كان مجرد قرار على ورق أضحى واقعا يسجله التاريخ وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت خروج آخر جندي أمريكي من أفغانستان واستكمال الانسحاب تاني حاجة الراجل شاف أن ده السبيل الوحيد اللي هو ممكن يعمله لإلفوز بالانتخابات لأن أنا دلوقتي معرفتش أوقف حرب غزة في الوقت المناسب سمعيتي بشكوليسة مش عارفة سيطع عن نتنياهو الظهر كده نتنياهو أخدني وماشي فأنا الحل الوحيد أن أنا جادر الشرق الأوسط دي هتبقى ضربة انتخابية كبيرة جدا لو تمت تالت حاجة هو هيحرم منها دونالد ترامب لو جيه لأن دونالد ترامب لو جيه الشرق الأوسط هيسحب الكوات الأمريكية برضا أوه هتفتكر دونالد ترامب لو جيه هيخلي الكوات الأمريكية لأ جو بايدن زي ما اتفقنا وزي ما جبت لحضرتك المقالة بتاعت البروفيسور في جامعة هارفرد اللي طلع قالك إن جو بايدن ما عملش حاجة من ساعة ما ميشي دونالد ترامب بسط تقريبا كده كان بينفذ سياسات دونالد ترامب طوال أربع سنين تعتبر فجوة زمنية تزل حكم الأربع سنين بتوع دونالد ترامب ونهاية 24 اللي مفروض دونالد ترامب هيرجع لها تاني الفترة بتاعت بايدن دي ما أضافش جديد خلاص فدونالد ترامب برضو عاوز يمشي من شارك الأوسط فجو بايدن عاوز يحرمه الميزة دي يقول له أنا اللي انسحبت مش انت فجو بايدن ممكن يكون بيطلع الأخبار دي للضغط على نتانيه عشان نتانيه يتلم ويحس بالخطر إن أمريكا هتجدر بمنطقة فيحس بالخطر يحس إنه هو وحيد فيلم بنفسه بقى ويلم الدور وما يعودش بقى يتكلم على الحرب اللبنان ما يعودش يطور في الحرب وكلام دي كم ممكن بس لازم تعرف إن أكبر مستفيد من الأخبار دي كلها هي إيران والجانب الإيراني نهاردة في مقالة تانية نزل في فارن فاليسي كاتبها كاتب مهم جدا على فكرة كاتب ده اسمه أفشون أوستفورد أفشون أوستفورد ده رجل مدير مشروع لدراسة الأمور الإيرانية وده مفروض مفروض خبير في الشأن الإيراني هو أصلا إيراني شكله كده بس هو خبير لدرجة إنه هو فيه باحثين بيرجعوله وفيه قادة بيرجعوله في الشأن الإيراني بالضبط يعودوا مثلا ياخدوا منه تحليله للأمر يعودوا يشاوروه في الإجراءات اللي المفروض تتاخد مع إيران فالراجل ده مهم جدا الراجل ده بيقولك إيه؟ بيقولك خب بالك إيران من رغبتها الأسسية إنها تدايق الكوات الأمريكية عشان يخدروا المنطقة ليه؟ لأن لو ضح حصل إن أمريكا غدرت منطقة الشرق الأوسط إيران هتبقى منتصرة بشكل كبير أوه وحتبرز انتصارها ده بشكل كبير وحتنسب مغادرة الكوات الأمريكية النفسها مش للشأن الأمريكي ومش للشأن الانتخابي ولا أي حاجة هتاخد النصر ده نفسها بس لازم تعرف إن إيران في اللقاطات دي كلها بتخبي على ضعفها إيران أضعف بكتير من إنها تجبر الكوات الأمريكية مغادرة الشرق الأوسط أو إنها تفرد رأيها على الشرق الأوسط ليه بيقولك كده؟ بيقولك إيران بتاخد الحرب للخارج لأن لو خدت ذلك من الجيش الإيراني هتلاقي هو جيش ضخم وكبير ومتطور بس ضعيف جيش مؤسس على إن هو يلحق الأضرار بالمهاجمين إنما هو ما يقومش بعملات هجومية هو اللي بيقول كده ليه؟ قالك الجيش ده ما عندوش غطاء جوي ما عندوش سلاح جوي أجماعة الجيش الإيراني بيستخدم فانتوم فور يعني فانتوم فور دي أو الأف فور دي من أيام الشاه عارف الشاه؟ شاه إيران؟ نايم الشاه؟ دي الفانتوم دي كان بتشارك في حرب أكتوبر 73 فسلاح جوي متهالك تقريب وما عندوش قطع غيار للطائرات اللي عنده ده بيطير طائرات المتحف بس برغم كده الجيش الإيراني عندو مسايرات متطورة جدا وسويق متطورة جدا بس لو جيت تبص على تركيبة الجيش الإيراني هتلاقي إن هو جيش دفاعي بالمرتبة الأولى مش جيش هجومي ما يعرفش يهجب بدون جطاء جوي والراجل قال لازم تعرف إن قوة إيران دي اللي صنعها الأمريكان ليه؟ قالك لو أخذت بالك إيران لما قصفت القواعد الأمريكية اللي في العراق بعد اكتيال قسم سليماني فاحية كانت نصرحية وكدام ده كله إيران قوية وأن أمريكا مش عاوزة تصعد ضد إيران دلوقتي إيران ترد على مقتل الجنرال قاسم سليماني بصواريخ باليستية يقصف الحرس الثوري الإيراني قاعدة عين الأسد الجوية بمحافظة أنبار حيث غالبية القوات الأمريكية في العراق وقاعدة حرير في أربيل وفي المكان والزمان دلالة فهو اقتار أن يكون ثأره الأول في الميدان ذاته حيث قتلت واشنطن قائد فيلق القدس السابق يقول مستشار قائد الحرس الثوري أن الصواريخ الإيرانية ضربت القاعدة التي انطلقت منها عملية اغتيال سليماني تاني حاجة أمريكا بتردش بالقدر الكافي على هجمات الإيرانية ما يوظهر إيران قوي أمريكا على تكريد تقدر ترد على إيران وتقدر أنها توجه ضربات الإيران قاسمة بس بتعملش كتير ده يوري العالم كله أن إيران بتعمل حاجات في أمريكا وأمريكا بتردش فإيران بتوظهر قوي بس الرجل بيقول لك خد بالك على أن إيران قصفت باكستان إيه اللي حصل لما إيران قصفت باكستان باكستان ردت على إيران رد قوي جدا وقصفت الأراضي الإيرانية ودخلت تيراب بتاعتها داخل عمق الأراضي الإيرانية 50 كم ده تطور رهيب جدا ساعت إيرانية وأخرى باكستانية تقول الدولتان إنها تستهدف جماعات مصنفة بالإرهابية تعمل على أرض كل دولة ساعتها إيران قالت لك لا إحنا مش عاوزين نصعد ولا حاجة دي كانت ضربات ومنوشات والاتنين لجأوا للسلم معين لو إيران ردت على باكستان باكستان ممكن تعمل ضربات قوية جدا في الجانب الإيراني على فكرة باكستان دولة ونوية ومتطورة لمواجهة الهند فباكستان متطورة جدا في سلاح الجو بتاعها والسواريخ بتاعتها قعد تستهدف باكستان فإيران لما جات لحظة المواجهة الحقيقية وتم قصف أراضيها من جانب الجيش الباكستاني ما ردتش فالراجل بيثبت لك يقول لك إيران ما تعرفش إنها تعمل التأثير في الشرق الأوسط وتغير أحداث الشرق الأوسط اوعى تفهم كده تماما والراجل بيدي مسأل يقول لك ما بص على لما حرص الساول الإيراني كان بيحارب داعش بقيادة قاسم سليماني عمل إيه؟ هل قضى على داعش؟ لا إيران ما قضيتش على داعش اللي قضى على داعش الروس والأمريكان ليه؟ عشان الحرص الساول الإيراني ما عندوش سلاح تأيران بص سلاح تأيران ده حاجة فتاكة وحاجة مهمة جدا صحي إيران عندها مسيرات بس المسيرة لا تقارن بمقاتلة المقاتلة بتشيل ساوريك أكتر بكتير فده اللي الراجل عاوز يوصله وحضفت لك نقطة مهمة جدا بيقول لك كان يبقى لك الحرص الساول الإيراني يقدر يقفل موضيك هورموز وباب مندب في نفس الوقت نتيجة الأفعال الحسيين ونتيجة إن إيران ممكن تقعد تخطط في سفن عند موضيك هورموز بس إيران أضعف إنها تعمل كده لسبب بسيط قوي إن الصين هتسيطر عليها يعني لو عملت كده أسعار النفط حترتفع حتدايق الصين حتدايق خطوط يعني خلوش الحوثيين يقفلوا باب مندب تماما ويقفلوا أي سفن راحة وجاي خالص عشان ما يدرقوش الروس والصيني فده نقطة مهمة جدا في النهاية مش إيران هي اللي خلت أمريكا تغادر المنطقة هل في خطط لمغادرة أمريكا المنطقة حتى لو مفيش بس إعلاميا ابتدى يتردد الكلام ده بقوة فورم بوليسي نيويورك تاينز سي أن أن كله بيتكلم عن نسحات أمريكي من الشرق الأوسط من العراق من سوريا تقليص التواجد الأمريكي أو أن أمريكا تغادر المنطقة ده شيء خطير جدا جدا ينذر ليك أن أمريكا مش مهتمة بمواجهة إيران وينذر ليك أن أمريكا ممكن تلحس وعودها فيما يخص أو تترجع عن وعودها يعني عشان اللفظ يبقى كويس فيما يخص توجيه ضرب عسكرية لإيران لو ساعت الانتراكس اللي احنا بني ممكن أمريكا عاوزة تركز في الشأن الداخلي واللي بيساعد على كده هو قدرة أمريكا على زيادة إنتاج النفط ده مخلي شكل أوسط مش في المرتبة الأولى عند الأمريكان زي الأول إذا أكون شاهد حرارك الموضوع بشكل مبسط ويا رب نصر مصر رب نصر العرب تحية مصر سلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يا محروصة بسيف شاطر وسيف حارس عليك يا مين ومن فوق السماء السابع حميك يا رب العالمين